ايه الطريقة يعني كيف الطريقة اه الطريقة فيه طرق معكس يعني فيه طريقة مؤدبة مثلاً حدي ممكن يكلم حدي بيها ايه ايه مفيش حق يعني معرفش بس اعتقد يعني فيه مساء الخير يا جميع مساء عادي مساء الخير يا أمر سأل فل إنما فيه يعني احنا طالبها كنت بشوف حاجات غريبة يعني لا في منهم بيكون طريقتهم كتير مهزبة يعني مثلا بيقلك اسم الله الله يحميك انه عرفت يعني بتحس انه فيها فيها اخلق عرفت اسم الله الله يحميكي مساء تفكر زمان عفتاح الأسري اه وهو بيعاجز نص دي يا قد حفاظي ما غليك شوف كت زمان يعني حتى هي الجملة اللي هي دي المقابل بتاعها اسم الله اه الله يحميك بس المعاكس اللبناني ألز من عندنا معلش ما احترامي لنا ما احترامي لنا معاكس اللبناني حاجة تاني خالص يعني حتى تلاقي الشاب اللبناني لانه متعود على نسبة الجمال الكتيرة فتلاقي ايه ما بيبهرش يعني ما يبهرش قوي لانه شاف كم ما عليش عندكو نسبة الجمال ما شاء الله اه يعني رهيبة عندنا نسبة عندنا اه نسبة عندنا نسبة الدكورة أبطر لا بس البنات عندنا حلاوه في الفترة الأخيرة لا حلاوه حلاوه سيبك حتى من الممثلات اللي بيطلعوا لا روح النوادي المحترمة هتشوف حاجات رهيبة يا رجل حتى تتخدس حياتنا بتقول دي ما تمثلش ليه دي ما تشتغلش في حاجات جميلة يعني يعني أنا لما عندي في المصرح مثلا لما بعكس واحدة اولا انت امر انت ايه اللبنانية على طول اتدي بلبناني الاول وبعدها اروح داخل بقى التونس المغرب ما بتعديش على مصر خالص في الاخر لو لقيت فرصة بس مصر فيها خفة الدم بقى البنت المصرية انا شخصيا بعشاء الاسكندرانية البنت الاسكندرانية محترمة ان البنت ست المصرية دي تجنن بس الاسكندرانية عليها خفة الدم حتى انت لو عكستها وتقولك كلام لذيذ لو ردت عليك يعني حاجاتك وصوصا بحري بتعرف ترد مبدئيا اه طبعا ما تكسفش يعني ترد عطا انما اللبنانيات بقى واخدين على الابن شوي عندنا في العلاقات وفي الصهر وفي الحياة الدنيا هناك من اجمل ما يمكن في بيروت فما بيبهروش قوي يعني تلاقي الشاب بماشي مع البنوتة بتاعته امر وحدة تانية امر يعني هنا مشكلة انك لو مشيت مع واحدة نص ونص وقابلت واحدة امر حنروح زائل لجنبيك مشهورا الحمد لله يعني ما هي فكرة اول مرة وانت صغيرة حد قال لي كلام حلو فكرتي مثلا يعني اكيد وانت طفلة ما بيشغلكيش الكلام ده يعني امتى مثلا حد قال لي كلمة وانت ماشية وانت في مدرسة وانت في مدرسة ما المصيبة انه نحن ما كان في مجال انه نكون ماشيين او يعني انا مدرسة مدرسة بنات اوكي بالشارع ممنوع ان نمشي لانه كانت ايام حرب اهلي دايما معنا فما تعرضت لهيدا النوع انا وصغيرة يعني امكان تطلعت حتى صار فيه كونتاكت مع الجنس الاخر فمشان هيك يعني كان صعب انه يصير فيه هيدا المواقف وفاطلة الجامعة طبعا بتبقى مختلفة لان يعني خلص بقت فيه زمالة يعني ما بقاش فكرة ان واحد بيعكس واحدة او واحد معجب واحدة او عايز بيلاحظ انه انا سئيلة وقت حدا بيعكسني بكون كتير سئيلة يعني انا ممكن ارد بطريقة وحشة مش متخيل كده خالص لا صدق وش الاخر لا 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 الوجه الاخر ممكن تلاقيه بس برضو لذيذة يعني حتى لو ضربتك ألن عسل خد انت الألم بقى من وحدة مصرية ابع هتلاقي كاف في ايدها من هنا لهنا كل ده دي بالكتير هتقول لك شو انت يا حياتي ايه الحلاوة دي طبعا هو دي نرفازة لتبقي فيها لا طبعا انا ممكن شوف ما بمد ايدي على حدها ما بضرب حدا بس ممكن اقولك يعني شوف ممكن اذا واحد حكيني انا اوجهلي كلمة ممكن بنظرة سكته بس اذا معي اختة مثلا او يعني بنت اصغر مني وهيك انا ممكن سيحله سيحله يا سلام يعني ممكن عن جد عن جد شوف شوف اللزة عن جد كلمة رقيقة المقابل بتاعها ايه بقى استاذ سامير فين عن جد عندنا بتقول عمك لا انت فكرتني انت فتحت موضوع المعاكسة بقى على فكرة انا عاكستها و هي طفلة بس ابنية سليمة يعني والله وهي قد كدو هي اللي فكرتني يعني وهي طفلة صغيرة في لبنان و شوفتها و هي بتغني قد كدو بأن نوطة امر تجنن فقلت هزر معاها شوية يعني الى ان يعني تنبؤاتي الحمد لله طلقت مظبوطة هتبقى هايلة هتبقى فنانة بسم الله و ما شوفتها طبعا هيا فكرتني اه مظبوط كنت نعصى بالبرنامج و وعملت ليها سوربريز يعني اكيد هو ولا فكرني ولا فبالوي يعني فجأتني يعني بس خلتني احترمتها اكتر طول عمو رجل كفنانة انت عارفة ان في انت ممكن تكون السبب في اكتشاف بعض الفنانات او بعض الفنانين محدش يجيب صفتك سوكي مش مهم انما يعني اوليكي الاصالة اصالة اللبناني الجميلة انا جات فجأتني بتقول لي كنت انت مش انت قلت كان حفلة في بيروت وانا كنت صغيرة ايك وجاء نجم كبير بتفرج وقال لي انا ما ساكت عادي بتاعه وقال لي وفجأة بتاعت اركز بقى بتاع مين من الفنان قلت انت او استسام فيعني احرجتني انا بحييها بغد بات والله لا والله وكمان عن جد كان مثال للتواضع يعني انا ما كنت بتخيل انه فنان كل عمرنا منحلة منشوفه انه يقعد يحكي معي انا شخصيا يعني بعدين بس كبير تعرفت انه هو اصلا يعني اكيد كان عم بيقول يا رب تفل عني انه تمشي بس انه استحملني انه طفلة مش كتير صغيرة يعني هلأ انت تكبر حاليا مش كتير صغيرة عادة يعني مراهقة مراهقة اه بنوتة بس فعلا يعني عطاني مثال كتير حلو للفنان الحقيقي اللي من جوه الاصال ده بس الجميل كمان ان انتي حتى هدف قدامك وماشي لي والنهار ده بعد فترة طويلة وصلت للهدف اللي انتي كنت حتى في دماغك فده في حد ذاته طبعا حاجة من حقيقي كلنا عليها يعني جعت ولا سوري لا قبل قبل اكل انت اصلا كفتحت جبت ست المعاكسة فافتكرت انا معاكسة لذيذة قوي وانا طالب زمان في اسكندرية في جامعة اسكندرية كنا واخدين اوضة على البحر طلب معاكسة ما حلتناش حاجة انت عارف انا وزميل ليا في كلية الهندسة وزميل كل واحد واخد اوضة في شقة كده على النيل في سبورتنج الجرنا مين البواب مين بقى عثمان السمراني النوبي اللذيذ اللي هو بوم بوم 111 هنا اللي هو السواد المفحم يعني من كتر السواد تلاقي دخان طالع يعني بصي الحاس اللي فيه دخان طالع وعاي بقى انتعارف فيه السودانيين شربات كده مدلعين نفسهم قوي البد البتاع البيضة الجلبية البيضة والطقية البيضة او حمرة كده ويقعد على باب العمارة وما فيش خدامة في الشارع حتموت عليه خدامة الشارع كلهم هو معلقهم بس المزاجه يعني وإيه بقى وقت مراتهم سفر السودان وانا اجي داخل مرة يا أستاذ سمير عاملين انت مفسوط قالوا الحمدلله صح مطايا الحمدلله وصاحب التاني هو يفوت علينا كل يوم في المنور معناش حاجة فتلاقييني بعمل عدس طلبة بعمل عدس فجاء معده وقال انت بتعملي قلت له عدس قال لي عربونا معك مشيت تاني يوم الله برضو العدس أنا اللي كتبت بطبخ تعمل عدس قلت له علي ماشي تالت يوم جاء بقى قال لي عدس قلت له علي يغري بيتك على بيت العدس بتاعي الله بس بالمناسبة بقى الغزل بتاعه بقى هو كد فيه واحدة في العمارة قدامه حيموت عليها شغالة كده لزيزة كده ده اللوع وحيكنن عليها وكلما عاد اقول له ايه عمو طي يقول لي ده هموت انا هموت علي ده هموت علي حصلت حدثة في الشارع العربية خبطت حد فنست لما وهي نزلت فأنا نزلت ده بقى ملوش دعو بالحادثة جاء جنبها اه والله وراحك كده يعمل ازاي انا رئبته جاء جنبها ده أنا هاسس بالكهربة ماشي فيه بقى بالطريقة وما عبرتوش طبعا يا ترى الكهربة دي جاي منان قال لي يعني بعد اللي بتبسط له قال انت اتبو عليك الله يا ترى الكهربة دي جاي منان نجي في الطريقة نعم ممكن يقولها مثال خير قال يعني الكهربة جاي بس الطريقة يا جنب طبعا نعرف كان لنا واحد صاحبنا اه